والسؤال ماذا فعل فيك هذا العلم ها انت عارف ها وبعدين ماذا عمل فيك هذا العلم الله جل جلاله اخبرك وعلمك هذا العلم لكي تصلح انظر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية اين خشية الله في قلبك انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حين عالم حين عالم قام حتى تورمت قدمه سجد حتى ظن انه قبض بكى حتى سمع لصدره ازيز كازيز المرجل من شدة البكاء من كثرة البكاء هو ده نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انت فين بقى قل لي يا عم الشيخ ده نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب ايستسمع عن مين عن سيدنا بوكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم اجمعين ايستسمع عن مين اكلمك عن مين عشان تشوف حلهم وتقسهم بحالك قل لي يعني مشيكو ظروفهم كانت غير ظروفنا برضو لا ده نقول لك كانت ظروفهم اصعب انا عايز اكلمك النهاردة بس عن نقطة محددة اللي هي الترقي في مقامات الايمان كويس تعالي بقى نشوف الصحابة دول كانوا مشركين بيعبدوا اصنام بيعبدوا حجارة بيشربوا خمرة كانوا عايشين لا يعرفوا ربنا ولا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيحجوا ولا شافوا داءوا قدامهم ثم نقلهم الله من الكفر الى الاسلام لما اسلموا بقى ها شب بقى في خلال سنين بسيطة جدا قليلة جدا معدودة جدا انتقلوا نقل عجيبا جدا كان الرجل يسلم فيخلع على عتبة الجاهلية كل ما يمتل الجاهلية بصلة هي دي الميزة بقى انه اسلم التزم كانت الميزة التلقي للتنفيذ ساعد ما يسمع اية ساعد ما يسمع حديث ساعد ما يسمع امر نافي ثورا والكصص مشهورة ابو الدحداح لما سمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال يا رسول الله ربنا يستقرضنا ربنا طالب مننا سلف قال نعم قال اشهدك ان حائطي لوجه الله وكان له حائط بجوار المسجد في سبعمائة نخلة يعني تسوي سبعمائة مليون جنيه نهاردة ودخل يا ام الدحادح اخرجي الدحادح فاني قد وهبت ربي حائطي ما صوتتش المرأة وانما بمنتال بساطة هيا ايوة الدحادح يعني كان عنده مثلا 10-15 عيل صوايرين كده سرحين في الجنينة بتاعته اللي فيها السبعمائة نخلة تخرج من جيوبهم والتمر ومن فمهم وتقول اخرجوا فقد اقرض ابوكم ربه حائط يلا هكذا كانوا يفعلون هذه الميزة ايها الاخوة في هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم التلقي للتنفيذ سرعة الاستجابة فيش تأخير ولا تردد ترجمة نانسي قنقر